مرحبا بكم في قناة تحفة يوب دمنا أحدث أخبار اليوم البداية مع أرمالة الراحل قيد صالح التي تبرعت بقافلة كبيرة اليوم توجهت إلى ولاية البوليدة القافلة دمت 15 شحينة مقطورة محملة بالمواد الغدائية ومساعدات أخرى كذلك رجل أعمال لم يذكر اسمه تبرع ب500 جهة سنفوس اصطناعي حسب ما ذكر وزير صحة هذا وتبرع الإطارات السامون للمديرية العامة للأمن الوطني بشهر من رواتبهم وهو نفس الأمر مع الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني رئيس الجمهورية بونتبر عبارة به أيضا بالإضافة للوزراء وإطارات عدة وينتظر اندماء مختلف المسؤولين للمبادرة هذا وفي خبر منفصل معهد باستور يوضح سبب ارتفاع عدد الحالة اليوم بعد أن تراجعت الاعداد في أخير يومين مؤكدين أن الارتفاعات جاءت لكون مراكزهم دعمت بأجهزة الكشف السارع والأدوات اللازمة لهذا ستسرع عملية الكشف عن الحالات الجديدة والتي تنتظر نزائج وهم يقاربون الألف لهذا مع صعوبة وتأزم الوضع يدل الحل في الوقاية فقط خصوصا وأنه لا علاج فعال مئة بالمئة لحد الآن فكل دول العالم تعاني كما ينتظر فرض الحجر الكلي على كل ولاية الوطن كون هناك فئة ترفض الحجر رغم صعوبة وخطورة الوضع والأعداد المتزايدة والمتضاعفة يوميا شاركونا بأرائكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا